السلام عليكم و مرحبا بكم توجهوا الخوتي في قناة سوق سيارات لا تنسوا اشتركوا في قناة فعلوا الجرس و دوروا النجام للفيديو باش كل يوم يوصلكم جديد ان شاء الله قال وزير الصناعة عحمد زغدار ان الشركات العالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر بعد اعداد قانون الاستثمار الجديد و ان نسبة الادماج ستكون عالية جدا واعتبر زغدار في كلمته خلال اشرافه على اطلاق نظامي استيراد خطوط و معدات الانتاج ان القطاع الصناعي في الجزائر يعرف حركية كبيرة مؤخرا رغم الركود الذي يطبع الوضع العالمي في هذا المجال وظف زغدار بان المرحلة الاولى من السنة الحالية طبعها العمل على تحفيز القطاع الحكومي سواء بالنسبة للولات او وسط الجمهورية لحل حالة العراقين مراهنة لتحقيق هدف جعلها سنة اقتصادية بامتياز واكد الوزير ان رفع العراقين عن المشاريع المقدرة بـ 866 مشروع صناعي وجرد 515 مشروع سيسمح باستهداث 52 الف منصب شغل وتحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي رهن عليها رئيس الجمهورية المتوقعة عام بين 10 الى 15 بالمئة خلال السنة الجارية اما بخصوص نظام استيراد خطوط ومعدات الانتاج فقال وزير الصناع ان النظام استيراد معدات الانتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة خاصة ان تم ضبطه وفقا لمعايير وطنية اذ ان استيراد المعدات يقتصر على تلك التي لا يتعدى تاريخ تصنيعها العشر سنوات الى جانب المراقبة البعيدة بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خابير محلف مقيم بالجزائر كما ان استيراد المعدات الفلاحية يتم برخصة من الجمارك سيتم اعفاؤها من الحقوق الجمروكية